يوم صباح الخير والسعادة على كل مصريين اللي بيشوفونا على شاشة تليفزيون مصري من خلال شاشة القرية الأولى والفضائية المصرية وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا شازد صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في خطوات مهمة جدا حصلت انبارح وإيجابية بخصوص الحوار الوطني انتهى من صياغة مجموعة من التوصيات والمقترحات التشريعية وكمان الإجراءات التنفيذية في كافة المحاور سواء بقى السياسية أو الاقتصادية أو حتى المجتمعية ورفع هذه المقترحات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحقيقة أن الاستجابة من سيادة الرئيس كانت سريعة جدا وفورية أكد سيادة الرئيس على إحالة هذه المقترحات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية وأيضا الدستورية صحيح يا شازي يمكن في الحقيقة أن سرعة استجابة سيادة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني هي رسالة طمأنة للقوى السياسية والشعب المصري بأكمله بأن الحوار الوطني هدفه الأساسي خلق مناخ سياسي جديد يتسع لكل القوى الوطنية أيضا المشاركة في بناء مستقبل هذا الوطن الحقيقة دي مش أول مرة سيادة الرئيس يستجيب لمجلس أمناء الحوار الوطني يمكن تبعنا قبل كده استجابة سيادته في الملفات الخاصة بالإفراج عن المحبوسين أيضا الإشراف القضائي على الانتخابات يا شازي بكل تأكيد ده ما يطلق عليه المناخ الصحي للتعامل مع الملفات والتحديات اللي بتواجه الدولة المصرية خاصة أن الدولة استوابت كل الأراء وكل الاتجاهات المختلفة واللي تم ترحها من كافة الأطياف والقوى السياسية والأحزاب اللي شاركت في هذا الحوار الوطني على أسس وثوابت وطنية وعشان كده كان طبيعي أن هذه التوصيات تخرج في سياق وطني وتضع الحلول اللازمة لكافة الملفات اللي تناولها في هذه الجلسات بكل تأكيد هي خطوة مهمة وجود كبير لمجلس أمناء الحوار الوطني أيضا كل القوى السياسية والحزبية والشبابية اللي شاركت في هذه الجلسات واللي قدرت أنها تصل لنتائق قابلة للتنفيذ وأيضا قادرة على تحديد أولويات العمل الوطني لأي حلب نصبح طبعا على حضراتكم جميعا صباح الخيري مصر